طيب برضو من ضمن الأخبار والمستجدات اللي عايزين نعرفها لحضراتكم وأكيد واخدين بالكم الكل بيعاني من مسألة تخفيف الأحمال وانقطاع الكهرباء إلى آخره حضراتكم أكيد عارفين أن الدولة يعني بتتبع حاليا سياسة معينة لترشيد استهلاك الكهرباء وتخفيف الأحمال نظرا للاتفاع القياسي في درجات الحرارة وتفاصيل كتير أكيد حضراتكم لمسينها بنفسكم مش مجرد عارفينها المهم خبر مهم بقى بخصوص الماتشاط اللي جاية إن شاء الله وهي أنها هتتلعب بالنهار تحديدا قبل غروب الشمس عشان كده اتحاد الكرة عمل شوية تعديلات عدل في موعد كمان ربع نهائي كأس مصر بين النادي المصري وبين الفائز في مواجهة الأهلي والداخلية الموضوع ده هتلعب الساعة 6 مساء بدلا من الساعة 8 مساء وده طبعا بعد توجيهات رئاسة مجلس الوزراء بلعب المباريات قبل غروب الشمس من أجل توفير الاستهلاك في المنشآت الرياضية مع بداية شهر أغسطس وده التوجيه اللي أكيد صدر نهاية الأسبوع اللي فات وبناء عليه هيتم تعديل باقي المباريات